السلام عليكم متابعي دراما سبورت بدول العالم المتقدم في انتخابات برلمانية او مثل ما سميه نحن بسوريا انتخابات مجلس الشعب مجلس الشعب او البرلمان بكل دول العالم المتقدم بيحكي هموم الشعب واللزي منه لك حتى بدول العالم الثالث بتشوف كم شخص من اعضاء البرلمان يحكي شي مطلب شي شغلة ليفرجي العالم انه شوفه نحن عم نحاول نحن كمان عدنا رأي نحن حكينا عن دول العالم المتقدم وكمان دول العالم الثالث الا بسوريا اعضاء مجلس الشعب الظاهر مانون من الشعب شاطرين بس النعوات التبريكات وكمان الميزة الاساسية التصطيق بعد كأس اسيا قلت يا ربي مستحيل اعضاء مجلس الشعب ما يتحركوا بعد ما شافوا النتائج الكارثية للمنتخب بعرف يا شباب انه مو طالع بايدون شي لكن يعني حركة بسيطة لنعرف انه في عدنا مجلس شعب بل طول سيرة مجلس الشعب بسوريا طالع بيان طويل عريض للاتحاد الرياضي العام وجاب اجلنا فيه تعوين نقرأ مع بعض يا شباب شو كاتبين اعضاء مجلس الشعب للاتحاد الرياضي العام السيد رئيس الاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية بمناسبة الزكرى 48 لتأسيس الاتحاد الرياضي العام طبعا يا شباب انا ما راح كمل شو كاتبين لانه كل الجمل مكررة كل الجمل نسخ لسق من السنوات الماضية لكن رح أختار بعض الجمل اللي كتبوها واللي بتضحك أو بتبكي إننا في مجلس الشعب نعبر عن سنائنا على جهود الاتحاد والقائمين عليه جهود الاتحاد والقائمين عليه لشو مساوين ما منتخبنا طلع من كأس آسيا قبل شهرين وما في إنجاز يسكر للرياضة السورية خلال السنة الماضية خلونا نكمل البيان لنشوف وتقديرنا واعتزازنا بالقيم والمعاني الوطنية السامية للرياضة والرياضيين شو دخل القيم والمعاني الوطنية السامية بالرياضة كل لاعب بيشارك مع المنتخب هذا واجبه وكل لاعب بيشارك مع المنتخب أو بيلعب رياضة مع المنتخب فهذا وطني بامتياز خلونا نكمل هالتخبيص حاملي لواء رياضة الوطن وسفراء سوريا من خلال مشاركتهم في مختلف الدورات والمسابقات والمنافسات ناقلين إبداعاتهم وتمييزهم للعالم انتو متأكدين ان هالكلام ولا انا غلطان ما بعرف يعني وين التمييز اللي نقلناه للعالم كل التمييز اللي نقلناه طلعنا من الدور الاول بكأس اسيا وحاليا بتصفيات كأس العالم لكرة السلة منتخبنا من خسارة لخسارة بعد ما قرأنا شوي من البيان اكيد الصورة موجودة كمان الظاهر اعضاء مجلس شعبنا ما ننساكنين بسوريا وما بيعرفوا شي عن الوضع بسوريا او ما بيعرفوا مو سمعانين باخبار منتخب سوريا لكرة القدم ومنتخب سوريا لكرة السلة شباب اللي عندو شي شخص بيعرفوا من اعضاء مجلس الشعب يخبروا انو وضع منتخبنا ووضع منتخباتنا ووضع الرياضة بشكل عام بسوريا من سيئة لا اسوأ ممكن ما بيعرفوا بالاخبار هاي لازم ما نظلم اعضاء مجلس الشعب كل شي الا الظلم يا شباب بتعرفوا المشاكل بسوريا كتير المشاغل كتير فيه ازمات كتير عم يحلوه اعضاء مجلس الشعب اكيد مفاضين للرياضة على كل حال هذا العشم باعضاء مجلس الشعب ومجلس الشعب بسوريا اصلا لو طالبوا باقالة الاتحاد الرياضي العام انا بصراحة كنت رح استغرب بس بتمنى اعضاء مجلس الشعب يعرفوا انه كل البيانات وكل الكلمات لا بتمثل الشعب ولا صوت الشعب ولا رح يكون صوت الشعب انا بالنسبة الي كمشجع سوري رح ضل شجع المنتخب السوري سواء مع الاتحاد الرياضي العام الحالي او باقالة الاتحاد الرياضي العام اصلا انا بعد كأس اسيا اقلت اتحاد الرياضي العام من مخي لا تنسوا انه رح يجي يوم ورح ترحلوا ورح تضل سوريا ورح يضل منتخب سوريا ملك المشجع السوري سواء حبيتوا هالكلام او ما حبيتوا بتمنى يعجبكم الفيديو يا شباب كونوا بصحة وخير وسلامة